كانت هذه صور العائدين إلى أرض الوطن بموجب اتفاقية أوسلو قبل ثلاثين عاماً عندما حولت منظمة التحرير اللاجئ الفلسطينية إلى مقاتل من أجل الحرية ليعود إلى وطنه عزيزاً بعد أن كد أن ييأس من حلم العودة ما يربو على نصف مليون فلسطيني فرقهم اللجوء والنزوح وجمعتهم أرض فلسطين بعد عقود من النضال خارج البلاد من أجل وطن دارت الأيام والسنون وتبدلت في غزة الوجوه وانقلبت حياتهم رأساً على عقب بعد أن اعتلت حماس سدة الحكم بمنطق القوة على غزة وساكنيها تبدلت كل المفاهيم حتى الوطنية منها وباتت الهجرة من غزة حلماً وأصبحت بوصلتهم تأشيرة بوابة الخلاص إلى المجهول في بلاد الغرب تحقيقات استقصائية إعلامية نشرت في سبتمبر أيلول 2022 توصلت لحقيقة أن أكثر من 200 ألف مواطن من غزة هاجروا للخارج من معبري رفاح وبيت حانون من العام 2007 وحتى العام 2021 بما يشكل 10% من العدد الإجمالي لسكان القطاع تقارير أممية وحقوقية أشرت إلى أن عدد المهاجرين الذين خرجوا من قطاع غزة تضاعف بين الأعوام 2018 و2021 ليتخطى 70 ألف مواطن وفي العام 2018 وحده غادر 35 ألفاً بينهم 150 طبيباً بلا عودة أما العام الحالي فقد شهد تطور نمط الهجرة من فئة الشباب لموجة هجرة جماعية من عائلات بأكملها اللافت هنا غياب إحصائيات رسمية من مراكز حقوقية وبحثية وفي المقابل فإن البيانات التي تنشرها الجهات الخاصة بسلطة الأمر الواقع لا تمت للواقع بأي صلة وتبرر الأمر أنه في مستواه الطبيعي ولم يطرأ أي تغير على حركة المغادرين والقادمين فحسب مكاتب إصدار التأشيرات التي أوقفتها الأخيرة يتقدم من 700 إلى 1000 طلب يومياً للحصول على تأشيرة السفر لتركيا بوابة الشباب للانطلاق إلى أوروبا ظناً منهم أنهم سيجدون جنة حرموا منها في أوطانهم إلا أن تجارب من سبقوهم فقداً وغرقاً وموتاً لم تثنهم عن التراجع ففي العام الماضي وحده غرق 11 شاباً ومنذ أن بدأت ظاهرة الهجرة من 2014 فقد 375 شاباً في رحلة الموت أجبرتهم الظروف على الهجرة بأدوات قاتلة وطريق مميت وبحار بأمواج عاتية ما كان لهؤلاء الشباب أن يكونوا سعداء بسفرهم الطويل هذا لولا تعاسة الحياة في غزة 250 ألف عاطل عن العمل في الربع الأول من العام 2023 عشرات ألف الخريجين ونسبة البطالة تجاوزت 48% حصار وسلطة أمر واقع تحاصر بدورها ما تبقى من أحلام الشباب ومستقبلهم أزمة صحية وبيئية وست ساعات كهرباء والقليل من الأمل والكثير من اللامعلوم كونت بيئة طاردة لشبابها وطاقاتها حتى ضرب العصب الديمغرافي لغزة في مقتل اشتركوا في القناة